السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أعلق منتصحيح امتحان فرض الرياضيات للمستوى الخامس الابتدائي الفرض الأول لدورة التاع الثانية أو ما يسمى امتحان المرحلة الثالثة للمستوى الخامس الابتدائي إذا نبدأ بإنجاز الأسئلة نبدأ بسؤال الأول إذا السؤال الأول يقول ضع ثم أنجيث إذا نعلى جوجة العمليات بطلب الله نوضعهم بشكل عمودي ثم نقوم الإنجاز ديرهم إذا العمل الأولى 234 في 75 نضع العدد الأول إذا دائما العدد الأكبر نضعه في الأعلى ثم العدد الأسغار نضعه في الأسفل من أجل أن تكون العملية بسيطة في الإنجاز ديرها إذا 5 في 24 نكتب سفر ونحتفظ بإطلال في عمود الاحتفاظ 5 في 3 15 وإطلال 17 نكتب سبعة ونضع واحد في عمود الاحتفاظ 5 في إطلال وإطلال وإطلال هي 16 ثم نقوم الآن بعمليات الجامع أي عمليات الزائد إذا السفر زائد نقطة هي السفر 7 زائد 8 15 نكتب خمسة ونحتفظ بواحد 1 زائد واحد زائد ثلاثة خمسة 1 زائد ستة سبعة ثم لشيء زائد واحد واحد إذا النتيجة هي 17550 نذهب الآن لإنجاز العملية التالية للعملية التالية نقوم لوالع العدد الأول ثم العدد التالي ثم خط العملية ونبدأ بإنجاز العملية إذا 4 في إطلال 8 4 في 6 24 نكتب أربعة ونكتب إطلال في عمول الاحتفاظ 4 في 9 36 وإطلال 38 نكتب ثمالية ونحصف بثلاثة في عمول الاحتفاظ 4 في ثمالية إطلال وثلاثون وثلاثة خمسة وثلاثون إذا ما الآخر عملية نكتب العدد بأكمله نضع نقطة ونذهب إلى العدد الموالي إذا 6 في إطلال 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 عشر نكتب إطلال ونحتفظ بواحد 6 في 6 ستة وثلاثون وواحد سبعة وثلاثون نكتب سبعة ونحتفظ بثلاثة 6 في تسعة أربعة وخمسون وثلاثة سبعة وخمسون نكتب سبعة ونحتفظ بخمسة 6 في تمالية تمالية وأربعون وخمسة تلاثة وخمسون إذا نضع خط العمليات ثم نقوم بحساب مجموع العددين أي عمليات الجمع أو الزائد إذا 8 زائد نقطة 8 4 زائد 2 6 8 زائد 7 15 نكتب خمسة ونحتفظ بواحد 1 زائد خمسة 6 زائد 7 13 نكتب 3 ونحتفظ بواحد 1 زائد 3 4 زائد 3 7 ثم لا شيء زائد خمسة 5 والنتيجة هي 573 وخمسمائة وثمانية وستون وبهذا نكون انتهينا من إنجاز السؤال الأول نذهب الآن إلى السؤال الثاني إذن السؤال الثاني يقول أنجز العمليات التالية دون وضع العمليات إذن هنا أنجزوه بدون وضع العمليات بشكل عمودي إذن نذهب إلى العمل الأولى 5670 في عشرة إذن دائما عند الضرب في العدد العشرة تكون العملية بسيطة إذن كيف نقوم بإنجاز العملية نقوم بكتابة العدد ثم نضيف له سفر في اليمين إذن إذا ضربنا العدد في عشرة نكتب العدد كما هو نعم 5670 ثم نضيف له ماذا سفر على اليمين ولا يجب أن ننسى إذا قمنا بضرب العدد في مئة نضيف ماذا سفران على اليمين أما إذا ضربنا في ألف فنضيف ثلاثة أصفار على اليمين نعم نذهب الآن إلى العملية الموالية إذن لدينا أربعة آلاف في ثلاثون إذن نلاحظ العددين يحتويان على أصفار في اليمين إذن كيف نقوم بإنجاز هذا النوع من العملية بطريقة بسيطة إذن نأخذ العددين بدون أصفار إذن مثلا العدد أول سوف نأخذ أربعة فقط وفي العدد الثاني سوف نأخذ ثلاثة فقط وننجز العملية أربعة في ثلاثة إذن كم أربعة في ثلاثة؟ نعم إثنى عشر فنكتب إثنى عشر ثم نقوم بحساب الأصفار التي توجد بالعددين إذن العدد الأول يحتوي على ثلاثة أصفار واحد إثنان ثلاثة العدد الثاني يحتوي على صفر واحد إذن ثلاثة أصفار وصفر هي أربعة أصفار فنكتب أمام النتيجة أربعة أصفار في اليمين ويكون الجواب هو مئة وعشرون ألف نذهب الآن إلى التمرين الموالي إذن نقرأ السؤال سوف نقوم بتوزيع العدد سبعة على جميع الأعداد التي توجد بين قوسين إذن نقوم بتوزيع مئتان على سبعة أي مئتان في سبعة إذن كيف نقوم بإنجاز العملية؟ سوف نقوم بضرب العدد من الأصفار إذن إثنان في سبعة أربعة عشر ثم نضيف ماذا؟ سفران نعم لأن العدد فيه سفران فأربعون في سبعة سوف نقوم بضرب أربعة في سبعة أي العددين بدون أصفار أربعة في سبعة ثمانية وعشرون ثم نضيف عدد الأصفار الموجودة كم؟ سفر إذن سفر واحد سوف نضيف سفر واحد الآن خمسة في سبعة كم؟ خمسة وثلاثون والآن تبقى لنا عملية الجمع فقط إذن نقوم بجمع الأعداد الثلاثة ونحصل في النتيجة على العدد التالي ألف وسبعمائة وخمسة عشر بالنسبة للجمع يمكن أن ننجز العملية في ورقة البحث بشكل عمودي لأن السؤال يطلب بإنجاز عملية الترب على السطر إذن عملية الترب فقط على السطر أما بالنسبة للعمل الجمع يمكن أن نستعين بماذا؟ بورقة البحث ونقوم بإنجاز العملية في الحصول على ألف وسبعمائة وخمسة عشر بطبع الحال بوضع الوحدات أسفل الوحدات وكذلك العشرات أسفل العشرات والمئات أسفل المئات ثم نجهز العملية البسيطة التي سوف تعطينا كنتيجة 1715 نذهب الآن إلى السؤال المواني إذن أكتب على شكل قوة إذن دائما القوى نحصل عليها بماذا؟ بتكرار ضرب نفس العدد إذن نلاحظ في الكتابة الأولى أنه لدينا تكرار لضرب نفس العدد إذن ما هو العدد المكرر هنا؟ عشرة وهنا عملية الضرب كم مكرر من مرة؟ مكرر ثلاث مرات إذن يمكن أن نكتبه هو على شكل قوة إذن نبدأ بكتابة العدد الذي يتكرر وهو عشرة ثم نضع في أعلى عدد مرات تكرر كم يتكرر هذا العدد؟ ثلاث مرات إذن نكتب ثلاثة بشكل أصغر في الأعلى من جهة اليمين نذهب الآن إلى الكتابة الموالية نلاحظ أيضا أن هناك تكرار لضرب نفس العدد هذه المرة العدد المكرر هو ماذا؟ وهو إثنان وكم مكرر من مرة؟ نعم ثلاث مرات واحد إثنان ثلاثة إذن نكتب العدد المكرر أولا ثم نكتب في الأعلى من جهة اليمين بطريقة أصغر عدد مرات تكرر ويقرأ إثنان أس ثلاثة وبالنسبة للعدد الأول أو الكتابة الأولى تقرأ عشرة أس ثلاثة نذهب الآن إلى التمرين الموالي إذن التمرين الموالي يقول أحسب محيط ومساحة قرص شعاه 2 سنتيمتر إذن نبدأ أولا بحساب المحيط إذن نكتب P يساوي إذن كم يساوي المحيط؟ نعم محيط الدائرة هو إثنان في الشعاع كم هو الشعاع؟ في إثنان في P إذن P هو ماذا؟ هو عدد يساوي بالتقريب له كتابتين مقربتين إذن يمكن أن نعتمد على الكتابة العشرية ويمكن أن نعتمد على الكتابة الكسرية إذن الكتابة العشرية التي تستعمل غالبا وهي تقريبها 3.14 أي إثنان في إثنان في ثلاثة فصلة أربعة عشر يمكن كذلك أن نستعمل ماذا؟ الكتابة الكسرية أي العدد المقرب لبي وهو إثنان وعشرون على ثلاثة ولكن نستعمل غالبا الكتابة العشرية أي ثلاثة فصلة أربعة عشر ثم ننجز العملية إذن إثنان في إثنان أربعة في ثلاثة فصلة أربعة عشر هي إثنان عشر فصلة ستة وخمسون ولا ننسى الوحدة إذن ما هي وحدة المحيط؟ إذن سوف تكون السنتيمتر إذن الجواب هو إثنان عشر فصلة ستة وخمسون سنتيمتر نذهب الآن إلى حساب المساحة إذن المساحة إذن سوف نكتب S نرمز لها بS إذن مساحة القرص كم تساوي؟ إذن الشعاع نعم في الشعاع في إببي إذن كم هو الشعاع؟ هو إثنان نقوم بضربه مرة أخرى في الشعاع هي إثنان في ماذا؟ في إببي الذي تقريبه قلنا القيمة المقاربة له هي ثلاثة فصلة أربعة عشر نعم إثنان في إثنان في ثلاثة فصلة أربعة عشر إذن كم يساوي؟ إذن إثنان عشر فصلة ستة وخمسون ولكن ما هي الوحدة الآن؟ نعم أحسنتم هي السنتيمتر مرب مربع إذن المحيط وحدته الآن في هذا التمريل هو السنتيمتر أما المساحة فوحدتها السنتيمتر مربع لأن لدينا إثنان سنتيمتر في إثنان سنتيمتر فسنحصل على ماذا؟ على سنتيمتر مربع أما بالنسبة للمحيط فلدينا فقط سنتيمتر واحدة وستتوقع كما هي في الجواب نذهب الآن إلى التمرين الموالي إذن هو عبارة عن مسألة تقول المسألة اشترت مدرسة 983 لوحة إلكترونية لتوزيعها على التلاميذ ثمن اللوحة الإلكترونية الواحدة هو 740 درهما أحسب المبلغ الذي دفعته المؤسسة لشراء جميع اللوحات الإلكترونية إذن ماذا نكتب؟ المبلغ الذي دفعته المؤسسة الذي دفعته المؤسسة هو ماذا؟ هو إذن ماذا يكون؟ إذن عدد اللوحات سوف نقوم بماذا؟ بكتاب عدد اللوحات 983 ونضربها في 8 اللوحة 740 ثم نقوم بإنجاز العملية إذن نلاحظ أن العملية أن العدد التالي يحتوي على سفر إذن لإنجاز العملية سوف نقوم فقط بأخذ الأرقام بدون سفر أي العملية سوف تكون بالشكل التالي إذن 983 سوف نضربها فقط في 4 و70 إذن ننجز العملية إذن 4 في 3 12 نكتب 2 ونحتفظ بـ 1 4 في 8 32 1 3 و30 نكتب 3 ونحتفظ بـ 3 4 في 9 36 و3 9 و30 نضع النقطة ونذهب إلى الرقم الموالي 7 في 3 و21 نكتب 1 ونحتفظ بـ 2 7 في 8 56 و2 58 نكتب 8 ونحتفظ بـ 5 7 في 9 63 و5 68 إذن نقوم الآن بإنجاز عمليات الز الزائد إذن 2 زائد نقطة هي 2 3 زائد 1 4 9 زائد 8 17 نكتب 7 ونحتفظ بـ 1 1 زائد 3 4 زائد 8 12 نكتب 2 ونحتفظ بـ 1 1 زائد 6 7 الجواب هو 72 742 ولكن لا يجب أن ننسى أن نضيفة 0 السفر السفر ماذا؟ السفر الذي يوجد فيه العدد 740 وبالتالي تكون النتيجة هي 72 لكتب العدد الذي قمنا بالحصول عليه بعد إنجاز العملية ثم نضيف له ماذا؟ ثم نضيف له ماذا؟ نضيف له سفر وبالتالي يكون المبلغ هو كم؟ 727 2420 ألف و 420 درهم نذهب الآن إلى السؤال الأخير أو التمرين الأخير إذن هنا مربع مساحته 625 متر مربع ما هي القوى التي تمثل مساحة هذه المربع؟ إذن هنا سنقول ما هي القوة؟ إذن هنا نقوم تسحيح الخطأ هذه ما هي القوة التي تمثل مساحة هذا المربع؟ إذن كنعرفوا بأن المساحة المربع هي الضلع في الضلع بالتالي بطبيعة الحال ما هتكون شيء 25 ألف ثلاثة لأن 25 ألف ثلاثة ستكون 25 في 25 في 25 بالتالي الجواب سيكون جاء هنا خاطئ قد لا جوج الأجوبة إذن إما 5 أس 2 إما 25 أس 2 إذن 5 أس 2 هي 5 في 5 أي ممكن أن تكون الضلع في الضلع 25 أس 2 هي 25 في 25 ولكن 5 في 5 كم تساوي؟ 25 وبالتالي الجواب هنا أيضا خاطئ لأنها لا تساوي ستماوي 25 و 25 أس 2 هي 25 في 25 التي بعد حسابها نجد هي 625 وبالتالي الجواب الصحيح هو ماذا؟ و 25 أس 2 وبهذا نكون نتهينا من تصحيح هذا النموذج نتمنى أنكم تكونوا استفتموا من هذا التصحيح ونتلقوا في تصحيح آخر إن شاء الله إلى اللقاء موسيقى